لما تيه تتكلم عن مصر سبع مرات قبل كده هي من أنجح الدول يعني في تاريخ هذه البطولة أو هي أنجح دولة مش من أنجح دولة هي أنجح دولة في تاريخ هذه البطولة فعشان كده أنا بقول التاريخ بتاعك قوي جدا والأصل بتاعك طيب جدا بس أنت لازم تبني وتكمل المشوار على الأصل اللي أنت بنيته ده لأن التوقف ده معناه خلاص يعني مش استسلام لكن محدش بيترجمه بنجاح مش هنوعد كل شوية نقول أصلحنا من قدم الدول أصلحنا كمال أيام ما كانت مصر بتتعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت من 58 إلى 61 برضو إحنا كنا من الدول اللي حصلت عليها الكلام ده كله تاريخ عظيم نفتخر به بس خلاص ابني بقى وكمل مشوار النجاح بتاعك فبالتوفيق إن شاء الله وتاني هرجع أقول الزيارة دي والأمال بتاعت المصريين والتعليقات اللي كانت على هذه الضيارة والكلام الحلو اللي تقال والروح المعنوية اللي عند الجماهير كلها بتحمل المنتخب مسؤولية ضخمة علشان كده عايزين نشوف ده مترجم بإذن الله في الملعب ويه بقى بحصولنا كبان على هذه البطولة اللي أعتقد مش بعيد أن أنت أو مش هقول بسهولة بس مش بعيدة عنك أنك تحصل عليها يعني ما هيش حاجة يا كريم مستحيلة أنت برضو هرجع أقول تاني منتخب مصر بما يحمله من أسامي محترفين ومن أسامي محلية في أندية كبيرة جدا ومعظمها النادي الأهلي زي ما احنا عارفين يعني أعتقد يقدروا ويقدروا جدا كبان أن هم يحققوا ويحصلوا على هذه البطولة فبالتوفيق إن شاء الله خلينا نشوف برضو بعض التصريحات اللي كانت جراء هذه الزيارة يعني خلينا نروح مثلا لروية فيتوريا مدرب المنتخب قال أو أقدم الشكر ليه سيادة الرئيس وقال كده تحديدا أشكرك على كل الدعم الذي تقدمه للمنتخب واللاعبين والذي يترك يعني أثر كبير جدا وانتباع كبير جدا عندنا وقال كمان مسؤولية تمثيل بلد كبير زي مصر إن شاء الله يكون كل لاعب أدها وواثق إننا كفريق هنبذل كل ما نمتلكه وما لن نمتلكه للوصول لهدفنا وإسعاد الجماهير المصرية وأشكر سيادتك على الحضور ترجمة نانسي قنقر